بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي دكتور علاء عداسي استشاري أمراض الأورام والدم وسنحدث اليوم عن أسباب تخثر الدم تخثر الدم ونزيف الدم يعتمد على توازن دقيق بين آليات محفزة للتخثر وآليات مانع للتخثر في الدم في جسم الإنسان والهدف من هذه الآليات الدقيقة والتوازن الدقيق هو منع التخثر داخل الدم في الأوضاع الاعتيادية وبالمقابل تحفيز التخثر في حالة حدوث نزيف في حالة حدوث نزيف تجتمع عوامل كثيرة في الدم من صفائح الدم ومن البروتينات والإنزيمات المحفزة للتخثر لمنع استمرار النزيف وحدوث خثرة عند مكان الجرح على سبيل المثل وبعد انتهاء النزيف وتكون الخثرة أو العلقة في مكان النزيف ثمت إنزيمات وبروتينات مضادة لمنع هذا التخثر من الاستمرار في حالة حدوث خلل ما بين هذا التوازن الدقيق بين العوامل المحفز للتخثر والمعاءة أو عوامل المانع للتخثر في الدم يتم حدوث تجلط أو خثرة في الدم سواء كان في أحد الشرايين اللي هي الأوعية الدموية المؤدية من القلب لباقي الجسم أو الأوردة وهي الأوعية الدموية المؤدية من باقي الجسم إلى القلب في حالة حدوث هذا كلام يحدث نقص تروية للعدو المصاب أو انتفاخ للعدو المصاب ويسبب إلى أعراض مرضية كثيرة أسباب هذا التخثر عديدة وتعتمد على الإنزيم أو البروتين أو الصفائح التي تم خللها لسبب هذا التخثر ازدياد الصفائح في الدم على سبيل المثال أو ازدياد عدد كريات الدم الحمراء بشكل كبير على سبيل المثال أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى تخثر الدم ازدياد عدد الصفائح في الدم أو ازدياد عدد كريات الدم البيضاء في الدم له أسباب كثيرة منها حدوث خلل في نخاع العظم يؤدي إلى زيادة في إفراز أحد هذه الخلايا سواء كانت خلايا الدم الحمراء أو الصفائح الدموية في بعض الأحيان الأخرى يكون ثمت زيادة أو نقص في أحد الإنزيمات أو البروتينات التي تمنع على التخفر أو تحفظ على التخفر ففي حالة نقص بروتين C أو بروتين S أو أنتي ترومبين 3 يكون الجسم أكثر عرضة لحدوث علاقات أو تخثر في الأوعية الدموية في الجسم في حالة حدوث خلل مثل فاكتور 5 ليدن أو بروتين 2.0.2.1.0 وهو خلل وراثي في أحد البروتينات التي تشترك في عملية التخفر في الدم يكون أيضا المريض أكثر عرضة لحدوث تخفر في أحد الأورير في أحيان أخرى يكون التخفر في الدم علامة لوجود ورم حتى لو كان الورم غير مكتشف حتى تلك اللحظة ففي حالة إجراء فحصات مخبرية وسريرية مكثفة وعدم اكتشاف سبب لهذا التخثر يجب البحث عن أحد الأورام التي قد تكون مختبئة عند حدوث هذه الأعراض في حالة حدوث تخثر الدم يتعين على المريض مراجعة طبيب الدم لإجراء الفحصات السريرية والمخبرية اللازمة لإكتشاف سبب تخثر الدم وبدائية المريض على العلاج المطلوب المترجمات لإجراء المترجمات 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 المترجمات